صباح الخير كلنا دلوقتي عندنا كمية سيوح على كل الجروبات وفي كل حتة ان احنا مش هندخل بالكتب وكأننا يعني كنا حطين املنا في الكتب الخارجية مبدئيا اصلا الكتب الخارجية دي ما لهاش اي لازم انا عايز اسألك سؤال هو احنا من اول السنة استخدمناهم في اي درس في حل اي واجب بتاع درس كنا بنستخدمه لما بنروح امتحان شامل كنا بنستخدمه وما كناش بنستخدمه وانت قعد بتحل الواجب بتاع الدرس ما كنتش بتستخدمه فالكتاب ده ملهوش لازمة واسأل اي حد من الدفع القديمة بتاعة عشرين واحدة في عشرين هيقولك ان هو ما فتحش الكتاب ده اصلا في لجنة الامتحان خالص واللي بيفتحه في لجنة الامتحان بيضيع طيب ازاي هنحفظ التواريخ وازاي هنحفظ الخرايط والاخي الاخ طبعا بالنسبة لطلاب ادبي على فكرة انا عايز اقولك يعني انت لو مسكت الكتب الخارجية وعدت تحلها هتلاقي نفسك ان انت حافظ من كتر حل الامتحانات احنا بقالنا في سنوية عامة 9 شهور بتحل الامتحانات فانت متخيل ان الامتحانات دي مش هتكون مسبتة حاجة في دماغك وكمان عندك وقت ان انت تقعد تحفظ قدامنا 60 يوم ولا اكتر كمان من 60 يوم انا كمان في نص الفيديو هقولكو على طريقة ازاي نلمي بيها المنهج للي ما فتحش اي حاجة خالص دي فرصة كويسة ليه جدا في اول حاجة نبعد الفترة دي عن السوشيال ميديا وعن اي كلام سلبي بنسمعه في حياتنا نبعد عنه خالص لان كل اصلا اللي عاديم بيكتبوا دي اكاونتات فيك وناس عايزة تاخد ريتش على حسابنا فنبعد عنهم ونبدأ نشتغل جدول الامتحان برضو كله شايف ان هو وحش مع ان انا شايف ان الجدول حلو ومشكلة ان احنا معناش كتب دي يعني زي ما قلت لكم احنا اكسم بالله في اللجنة مش هنشتغدمها في اي حاجة وسؤال الخريطة برضو كراست المفاهيم هتبقى موضحة فيه كل ده هو طريق شوقي نزل على صفحته شكل كراست المفاهيم هيبقى عامل ازاي يعني كل الكلام اللي كتبناه في الكتب ده والله ما ليه لازم انا كنت مختصر في كتاب التاريخ حاجات عشان ما ضايعش وقت في الامتحان وبص على اليوم في اول صفحتين طيب دلوقتي احنا ازاي هنذكر الامتحان يوم 26 ستة يعني معلم كده معاك 10 ايام اللي هما بتوع شهر اربعة اللي احنا فيه دول اللي هما اخر 10 ايام زي 30 يوم من شهر خمسة بالكامل يعني معاك 40 يوم ده غير الستة وعشرين يوم بتوع شهر ستة يعني بص كده الستة وعشرين يوم بقى بتوع شهر ستة تقسمهم كده بص ازاي انا هقولك ازاي تقسم الستة وعشرين يوم بتوع شهر ستة اللي هما قبل الامتحان ده غير بقى الايام اللي هما شهر اربعة عشر تيام اللي فيه وشهر خمسة 30 يوم اللي فيه الستة وعشرين يوم اللي قبل الامتحان دول هنعمل فيهم ايه هناخد 16 يوم عربي وعشر ايام انجليزي ودول كافين جدا تلموا فيهم المنهج وحفظ الكلمات في الاربعين يوم الاولانين الاربعين يوم بقى الاولانين دول هنعملهم ازاي اقسم اربيعين يوم على خمس مواد من اللي هما التخصص يعني يساوي 8 أيام يعني بصوا تاريخ في 8 أيام زائد 8 أيام قبل التاريخ في الجدول يعني يساوي 15 يوم 15 يوم هتقعد تلم فيهم التاريخ فده كويس جدا جغرافيا 8 أيام برضو زائد 4 أيام قبل الجغرافيا في الجدول نفسه يبقى كده 12 يوم تمام لو معك وراء وقلم ممكن تكتبوا راية الفلسفة برضو 8 أيام زائد 3 أيام قبل الفلسفة في الجدول فيه 3 أيام أجازة أنا بقول لكم على الأجازات اللي هي في الجدول وكمان بقول لكم على الأيام اللي هم في الـ 40 يوم اللي احنا فيهم دول يساوي 11 يوم يعني 11 يوم تتذكر فيهم الفلسفة ده كتير جدا أصلا الفلسفة ممكن تخلص في أسبوع وعلم النفس 8 أيام زائد فيه ومين أجازة قبل الامتحان يعني 10 أيام يتذكر فيه كويس واللغة التانية فيه 8 أيام زائد يوم قبل الامتحان يبقى 9 أيام يعني برضو فيه وقت تتذكر فيه كويس تاني طيب يعني كده معاك معدل لكل مادة من 12 ل 14 يوم ده أنا مش هذكر في يوم مادة ده يعني ده أنا هد في يوم جبل لو ما فتحتش أي حاجة من أول السنة طيب ما معيش كتابي يعني عايز أسألكو برضو سؤال في الآخر هو أنت أصلاً وأنت بتحيل واجب أي امتحان كنت بتستخدمه برضو نسألت السؤال ده في الأول وهسأله تاني احنا ما كناش بنستخدم الكتب دي في امتحانات الدروس ولا في الواجب أنا هكتب لكو الجدول ده كله اللي أنا قلته في التعليق المثبت كله بالضبط يعني كل حاجة فيه وانتو اخدوه سكرينشوت وعملوه ويه أو تقسموها زي ما انتو عايزين بترتيب اللي رايحكم وبرضو آخر سؤال هسألكم وإحنا في تانية سنة واستخدمنا الكتاب يا جماعة ما استخدمناش الكتاب طبعاً الرد لأ لو كان حد من التكر على الكتاب كان زمان الدفع اللي فاتقوا لها تلاتة وقال جمهورية يعني لو الامتحان كان معتمد على الكتاب فاتكل على الله كده وبالنسبة لبقى الورقة الملخص على فكرة هي أكتر حاجة هتفيدك الملخص مش هيكون ورقة هابلة زي اللي خدناها في تانية سنة وخالص الملخص هيكون في حاجات كتير كويسة هتساعدك في الامتحان لأن اللي هيحطه هيكون هو وضع الامتحان فكل سؤال في الملخص هتلاقي عليه شرح غير مباشر في ورقة الملخص وعايز أقول لكم فيه وقتين نحفظ الحاجات اللي عايزة تتحفظ أنا يعني حاولت ألم التواريخ وحطها كده قدام عشان أحوظها وكمين القرية في المصحف مهمة جدا ويا جماعة تفقلوا بالخير هتجدوه وكفاية الصياح حرفيا كفاية عشان انتو بتدو طاقس البال نفسكم والناس تانية بتحاول انها بتذاكر ولسه بتبدأ لو أول مرة شوفوني ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوش تشوفوا الجدوى اللي أنا قلته دوت في التعليق المثبت موسيقى